وصلت إلى 18 سنة أنت من نفسك خدت القرار أن أنا لازم أهتم بالدراسة لا أععد في البيت أععد ما خلاص بقى ما فيش نادي لأنه 6 مرات في الأسبوع طب هتذكر أنت فالله يرحمه ويحسن اللي يعني ويتغمده في وسع رحنته كافتن عواضين لا 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 ولن أنسله هذا الموقف جال بيت جالك البيت لأنه أنا اختياره أنا اختياره وهو كان بتابعني لما كنت بالعب مع كافتن سايس ولما كنت بالعب مع كافتن جالك البيت بعد قدي إيه لما ملقنيش في الفريق غبت أسبوع آه ده ممكن يكون عنده ظروف الثاني قال لا ده فيه مشكلة بعث لي آه يعني واحد إداري لما جالك البيت اه اتغدى معاكو ولا أشرب شاي كان شاية كان طيب شاي شاي أخدر ولا شاي عادي خلتش تنسى بيه شاي أخدر طيب والشاي بنعناها أشي طيب قعد معاكو مع أخواتك اتكلم معاكو وقال لك إيه هو قال لهم النادي الأهلي ما بيقفش على حد وفيه بدل الناشئ عشر ده مليون بالزبط وأي واحد يتمنى المكان بتعالي نعم بس أنا جاي لعلي كابن مش كمدرب وأنا لو مش شايف فيه إن هو ممكن يبقى حاجة لحوله بصمة أنا ما كنتش جيت كويس فإخواتي قالوا لي بعد الكلام ده طبعا يعني اتأثروا بيه شوية وقالوا لي يعني راجل جالك لحد البيت هو كده طب يا ابني شوف حالك بقى انت قرر فأنا قلت له كابتن عظيم يعني أنا القصة كلها في الوقت آه هو عمل معايا بصراحة يعني اللي ما يعملوش الأب مع ابني وفر لك الوقت إزاي بقى كابتن الصفان آه قال لي انت تيجي ثلاث تمارين والماتش وما كان تمارين كل يوم كان خمسة كان خمسة والماتش آه شوبر السنوية آه طب ما هي يعني جنبين اتضهرها يعني آه آه فقال لي انت تتمرن تمرنتين كده توضب نفسك وانا عارف ان انت هتلتزم آه تخلص اليوم الدراسي بتاعك وتطلع على ملعب المدرسة تتمرن تمارين كان في ملعب في التوفيقية غير عادي بمدرج طبعا وفيها حمام سباحة وفيها كل حاجة بالزر آه فقال لي انا هوفر لك تمرنتين في الاسبوع انت تيجي تلت تمارين وتقوى والماتش والتمرنتين التمارين وعندك يومين بقى اكحد فيهم بزبط آه وانا كنت ملتزم اوه في الحتة دي عشان الفتنس بتاعي ما يبقاش في فرق ما يضعش منه بزبط وبينك ومن اللعبة التانية بزبط طيب فديك كانت من الحاجات الاساسية اللي سهلتلي جدا ان انا اكمل في السنوية نظمت نفسك آه طبعا فرق كبير اما تروح ثلاث تمرين وماتش غير خمس سمارين وماتش غير خمس سمارين على مدار السنة هتقص عندك يومين كاملين تأكل فيهم الكتب بزبط آه فمشت كده لحد حضرتك قرب النهاية واحنا كنا حققنا بطولة الدوري قبل البطولة بكذا اسموها حسمتوها من بادري نعم وجيت قلتولك كان الكلام ده في آه أواخر أبريل أواخر أبريل آه واحنا امتحاناتنا في يونيا في أول يونيا في يونيا قلت له آه فاضل شهر على امتحانات السنوات فأنا بقى هريح فالحمد لله كده قال لي علي كابتن جهل رحمة الله رحمه كان اين وعلى برضو الناشئين اللي في النادي وقال لي هو كلمني على أربع لعيبة انت منهم انك انت تلعب معا الفترة بتاعت 21 سنة لان الكابتن جواري كان حسم البطولة قبلها بفترة ايوه هو كان عنده فرقة المستقبل ايوه ايوه فرقة بقى الفضيعة فقال لي هو عاوز يدخل ناس من 18 يديهم الخبرة عشان يندبوا معا هو كده كده واخد البطولة وطلبك معاه بالاسم بالاسم فقلت له كابتن انا ظروفك يعني السنوية والتاعة واتفقنا طب خلاص اعجاب خلصت السنوية والحمد لله ربنا كرم